استقبل حضرة وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم في قصر الاسخير سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك لعمل الإنسانية وشؤون الشباب ومعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي وصاحب المعالية المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية حيث تم خلال اللقاء استعراض الوضع العام في المنطقة كما تم التطرق إلى قمة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ كوب ثمانية وعشرين والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والدورة الرابعة والاربعين لاجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي ستستضيفها دولة قطر الشقيقة كما تم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن المحلي وفي مقدمتها المزيد من دفع المسيرة التنموية الشاملة ونهضة الحضارية المباركة التي تشهدها مملكة البحرين من أجل تعزيز المنجزات الوطنية لكل ما فيه استمرار رفعة الوطن وازدهاره وخير المواطنين الكرم